حدثنا سريج بن النعماني حدثنا نوح بن قيسين عن أشعثى بن جابر الحداني عن مكحول عن عمر بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيخ كبير يدعم على عصا له فقال يا رسول الله إن لغدرات وفجرات فهل يغفر لي قال ألست تشهد أن لا إله إلا الله قال بل وأشهد أنك رسول الله قال قد غفر لك غدراتك وفجراتك حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حريز بن عثمان وهو الرحبي حدثنا سليم بن عامر عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بعكظ فقلت من تبعك على هذا الأمر فقال حر وعبد ومعه أبو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما فقال لي ارجع حتى يمكن الله عز وجل لرسوله فأتيته بعد فقلت يا رسول الله جعلني الله فداءك شيئا تعلمه وأجهله لا يضرك وينفعني الله عز وجل من ساعة أفضل من ساعة وهل من ساعة يتق فيها فقال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك إن الله عز وجل يتدلى في جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي فالصلاة مشهودة محضورة فصلي حتى تطلع الشمس الشمس فإذا طلعت فأقصر عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني شيطان وهي صلاة الكفار حتى ترتفع فإذا استقلت الشمس فصلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى يعتدي للنهار فإذا أعتدل النهار فأقصر عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها جهنم حتى يفي الفيء فإذا فألفيء فصلي فإن الصلاة محضورة مشهودة حتى تدل الشمس للغروب فإذا تدلت فأقصر عن الصلاة حتى تغيب الشمس فإنها تغيب على قرني شيطان وهي صلاة الكفار حفنه شيم أخبرني على بن عطاء عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن عن عمر بن عبسة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت من تابعك على أمرك هذا قال حر وعبد يعني أبا بكر وبلالم رضي الله تعالى عنهما وكان عمر ويقول بعد ذلك فلقد رأيتني وإني لربوع الإسلام حدثنا أبن نمير حدثنا حجاج يعني ابن دينار عن محمدي بن ذكوانا عن شهري بن حوشب عن عمر بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من تبعك على هذا الأمر قال حر وعبد قلت ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قلت ما الإيمان قال الصبر والسماحة قال قلت أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت أي الإيمان أفضل؟ قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوط قال قلت أي الهجرة أفضل؟ قال أنت هجر ما كريه ربك عز وجل؟ قال قلت فأي الجهاد أفضل؟ قال من عقر جواده وأغري قدمه؟ قال قلت أي الساعة أفضل؟ قال جوف الليل الآخر الآخر ثم الصلاة مكتوبة مشهودة حتى يطلع الفجر فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الرجعتين حتى تصلي الفجر فإذا صليت صلاة الصبح فأمسك عن الصلاة حتى تطلع الشمس فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع في قرني شيطاء وإن الكفار يصلون لها فأمسك عن الصلاة حتى ترتفع فإذا أرتفعت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى يقوم الظل قيام الرمحي فإذا كان كذلك فأمسك عن الصلاة حتى تميل فإذا مالت فالصلاة مكتوبة مشهودة حتى تغرب الشمس فإذا كان عند غربها فأمسك عن الصلاة فإنها تغرب أو تغيب في قرني شيطاء وإن الكفار يصلون لها حثنا وكيع حدثنا شعبة وعن أبي الفيضي عن سليم بن عامر قالا كان بين معاوية وبين قومين من الروم عهد فخرج معاوية قال فجعل يسير في أرضهم حتى ينقض فيغير عليهم فإذا رجل ينادي في ناحية الناس وفاء لا غدر فإذا هو عمرو بن عبسة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قومين عهد فلا يشد عقدة ولا يحل حتى ينضي أمدها أوي ينبذى إليهم على سواء حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا الفرج حدثنا لقمان عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي قال قلت له حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه انتقاص ولا وهم قال سمعته يقول من ولد له ثلاثة أولاد في الإسلام فماتوا قبل أن يبلغوا الحنث فأدخله الله عز وجل الجنة برحمته إياهم ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة ومن رم بسهمين في سبيل الله عز وجل بلغ به العدو أصاب أو أخطأ كان له كعدل رقبة ومن أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار ومن أنفق زوجين في سبيل الله عز وجل فإن للجنة ثمانية أبواب يدخله الله عز وجل من أي باب شاء منها الجنة حتى نهاشم حدثني عبد الحميد حدثني شهر حدثني أبو ظبيت قال إن شرح بيل بن السمت دعا عمرو بن عبسة السلمية فقال يا أبن عبسة هل أنت محدث حديثا سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تزيد ولا كذب ولا تحدثنيه عن آخر سمعه منه غيرك قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يقول قد حقت محبتي للذين يتحابون من أجلي وحقت محبتي للذين يتصافون من أجلي وحقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي وحقت محبتي للذين يتباذلون من أجلي وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي قال عمرو بن عبسة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل رم بسهمين في سبيل الله عز وجل فبلغ مخطئا أو مصيبا فله من الأجر كرقابة يعطقها من ولد إسماعيل وأيما رجل شاب شيبة في سبيل الله فهي له نور وأيما رجل مسلمين أعتق رجلا مسلما فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء له من النار وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فكل عضو من المعتق بعضو من المعتق فداء لها من النار وأيما رجل مسلمين قدم لله عز وجل من صلبيه ثلاثة لم يبلغوا الحنثة أو امرأة فهم له سترة من النار وأيما رجل قام إلى وضوء يريد الصلاة فأحصل وضوء إلى أماكنه سليم من كل ذنب أو خطيئة له فإن قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة وإن قعد قعد سالما فقال شرح بيد بن السمت أنت سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبنى عبسة قال نعم والذي لا إله إلا هو لو أني لم أسمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أو خمس أو ست أو سبع فانتهى عند سبع ما حلفت يعني ما باليت أن لا أحدث به أحدا من الناس ولكني والله ما أدري عدد ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا حيوة بن شريح حدثنا بقية حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير ابن مرة عن عمر وابن عبسة أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ليذكر الله عز وجل فيه بنى الله له بيتا في الجنة ومن أعتق نفسا مسلمة كانت فديته من جهنم ومن شاب شيبة في سبيل الله عز وجل كانت له نورا يوم القيامة حثنا أبو المغيرة قال ثنا حريز حدثنا سليم بن عامر حديث شرح بيل ابن السمت حين قال لعمر ابن عبسة حدثنا حديثا ليس فيه تزيد ولا نقصان فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أعتق رقبة مسلمة كانت فككهو من النار عضوا بعضوا حدثنا أبو المغيرة حدثنا عثمان بن عبيد أبو دوسن اليحصبي حدثنا عبد الرحمن بن عائذ أثماني عن عمر ابن عبسة السلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر قابلتين في العرب نجران وبان تغلب حين أبو المغيرة حدثنا ابن عياش حدثني شرح بيل ابن مسلمين عن عبد الرحمن بن يزيد بن موهب الأملوكي عن عمر ابن عبسة السلمي قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على السكون والسكاسك وعلى خولان العالية وعلى الأملوك أملوك ردماني حدثنا الحكم بن نافع حدثنا ابن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن حميدي بن عقبة عن شرح بيل ابن السمطي عن عمر ابن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله عز وجل فوا قناقة حرم الله على وجهه النار حدثنا أبو المغيرة حدثنا صفوان بن عمر نحدثني شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي عن عمر ابن عبسة السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض يوما خيلا وعنده عيينة بن حسني بن بدر الفزاري فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أفرس بالخيل منك فقال عيينة وأنا أفرس بالرجال منك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكيف ذاك قال خير الرجال رجال يحملون سيوفهم على عواتقهم جاعلين رماحهم على مناسج خيولهم لبسوا البرود من أهل النجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبت بل خير الرجال رجال أهل اليمن والإيمان يماء إلى الأخمين وجذام وعملة ومأكل حمير خير من آكلها وحضر موت خير من بني الحريث وقبيلة خير من قبيلة وقبيلة شر من قبيلة والله ما أبالي أن يهلك الحارثان كلاهما لعن الله الملوك الأربعة جمداء ومخوساء ومشرخاء وأبضعة وأختهم ألع مردتا ثم قال أمرني ربي عز وجل أن ألعن قريشا مرتين فلعنتهم وأمرني أن أصلي عليهم فصليت عليهم مرتين ثم قال عصية عصت ألها ورسوله غير قيس وجعدة وعصية ثم قال لا أسلم وغفار ومزينة وأخلاته من جهين تخير من بني أسد وتميمين وغطافان وهوازنة عند الله عز وجل يوم القيامة ثم قال شر قابلتين في العرب نجران وبان تغلب وأكثر القبائل في الجنة مذهج ومأكول قال قال أبو المغيرة قال صفوان حم يرحم يرخير من آكلها قال من مضى خير ممن بقي حدثنا أبو اليمان قال ثنى أبو بكر بن عبد الله عن حبيبي بن عبيد عن عمر بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل الآخر أجوبه دعوة قلت أوجبه قال لا بل أجوبه يعني بذلك الإجابة قال حدثنا أبو اليمان قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن عطية بن قيسين عن عمر بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حسنى محمد بن مصعب حدثنا ابو بكر عن عطية عن عمر بن عبسة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى وجوف الليل الاخر اوجبه دعوة قال فقلت اوجبه قال لا ولكن اوجبه يعني بذلك الاجابة حسنى بن موسى حدثنا زهير بن معاوية حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر عن رجل عن عمر بن عبسة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض خيلا وعنده عيينة بن حسني بن حذيفة بن بدر الفزاري فقال لعيينة انا ابصر بالخيل منك فقال عيينة وانا ابصر بالرجال منك قال فكيف ذاك قال خيار الرجال الذين يضعون اسيافهم على عواتقهم ويعرضون رماحهم على مناسج خيولهم من اهل النجد قال كذبت خيار الرجال رجال اهل اليمن والايمان يماء وانا يماء واكثر القبائل يوم القيامة في الجنة مذهج وحضر موت خير من بني الحريث وما ابالي ان يهلك الحيان كلاهما كلاهما فلا قيل ولا ملك الا لله عز وجل لعن الله الملوك الاربعة جمداء ومشرخاء ومخ وساء وابضعة واختهم العمردة